وفي إطار الدعم النيابي لتعزيز الشركات الاستثمارية والتجارية مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة التقى وفد مجلس النواب مع مدير إدارة شركة الوكالة البرازيلية لترويج التجارة آيبكس برازيل في مقر الشركة بالعاصمة برازيليا وخلال اللقاء أكد الوفد النيابي على همية فتح أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية مشيرا إلى وجود فرص استثمارية في البلدين في قطاعات جديدة كالتكنولوجيا الرقمية والنقل والخدمات اللوجيسية والخدمات المالية والابتكار وأشار الوفد أن العلاقات البرازيلية البحرينية تشهد تناميا مضطردا وتستند منذ إقامتها عام 1976 على أسس الاحترام المتبادل والحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي ودعم التنمية المستدامة